انت لعبت في المدرسة؟ اه طبعا انا كنا بقى باللف على المدارس طبعا انا كانت مدرستي دار السلام الاول وبعدين في السنوي كانت مصر الجديدة السنوية اه طبعا لأ بنصول ونجول بقى ونروح نلعب مناطر كنت معروف في المدرسة بقى جدا يعني الحمد لله بس انا عشان دخلت الاهلي بدري اه فتعرفت اكتر اه اتعرفت اكتر وبدأ بقى انت عارف فاكر الجوابات اللي هي الاستئذان جواب عندي مطر عندك دفتر في البيت بقى جوابات بقى عندي عندك دفتر في البيت عندي دفتر في البيت وربنا كرمني ان انا كنت اصغر لعيب في كاس العالم يعني لما روحنا كاس العالم مع منتخب مصر كان الله يرحمه الروح العظيم كابتن طبع بصري الله يرحمه كنت انا اصغر من كل اللعيبة بسنة كان في كندا برافو عليك اه كان في كندا وكسبنا كندا 3-0 كنت انا بقى سعيتها اصغر لعيب في كاس العالم كانت سنة كم سنة كنت خمستاشر سنة وسبع شهور كنت صغير وبعدين الجوابات دي بقى خلاص بقى كاس عالم تعاوز ان تماشي النظر لع المدرسة وبيتش يروح المدرسة طيب الاسرة الوالد والوالدة الوالد رحمة الله عليه والوالدة ربنا يخليها لك ما خافوش عليك من الكرة في الشارع وبتاعه او قالك لا اخليك في دراستك وليش دعب الكرة والكلام ده طبعا والدي اصلا ما يعرفش ان الكرة مدورة اصلا الله يرحمه ما كانش يعرف في الكرة خالص وانا رحت اختبارات النادي الاهلي مع 13 واحد من صحابي كنا 14 واحد رحنا من غير ما اقول له من غير ما اقول له هو كان بيخاف عليك جدا اعرف هو بعد كده يعني انا الولد الوحيد فما عنديش اخوات اه فمحافظ عليك اه بيخافوا عليك جدا عمل ايه طيب انا لما رحت الاول اصحابي قالوا لي بص تعالا ايه نروح في اختبارات النادي الاهلي في الجزيرة تعالا ناخد اوتوبيس كلنا اوتوبيس 14 ده انا فكره خدنا الجزء الخلفي كله وروحنا على قصر النيل نزلنا عند قصر النيل مشيتوا على الكبرى رابوا عليكم واتمشينا على الكبرى كلنا عادنا في المشوار نفس المشوار اه احنا اصلا رايحين نهزر يعني احنا مش واخدنا جد بقى لا مش واخدنا جد احنا 14 واحد من فرقة اه 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 14 وخدنا القرار قلنا بص وكان قبل العيد قلنا تعالوا نروح ايه نروح اختبارات النادي الاهلي وكلنا اللي اكبر مني بسنتين اللي اصغر بسنة كده رحنا كلنا فاحنا مش في دماغنا برضو كان سنة كم يا وليد ده كان سنة انا دخلت النادي الاهلي عندي 11 سنة وانا موليد 71 بقى 82 82 83 الضبط الضبط وكانت الاختبارات يا كابتن في الملعب الكبير ملعب الكبير مش في الملعب السوار اللي هوكي اللي ورا لا مش اللي هو اه الملعب الكبير اه وكانت الاختبارات بيقعدوا في المدرق كله خمس تلاف عشر تلاف بتلعب قداب جمهور والولاد الصغير اه فكلنا بقى كل واحد يتقسم في السن بتاعه نزلت انا بقى ألعب التأسيمة اللي هي خمسة ضد خمسة مسكت الكرة بقى قعدت تضرب لمست الكرة تلات لمسات بس 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 تلات لمسات والله اول كرة جاتلي رح تواخدها عطى رقصت رقصت الخمسة ودخلت بقى الجود تاني كرة لقبتها بكى عبي تالت كرة لسه بعمل كده رح الله يرحمه كابتن مصطفى حسين كابتن مصطفى حسين وعم جمعة وعم جمعة ربنا يرحم الجميع مين اللي قالك في الاول في البداية قالك تعال في النادي الاهل في حد يشافك بين الناس اللعيبة قالك تعال روح يوديك النادي اي نادي لا 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 احنا روحنا الاختبارات مع بعض تروحتوا من نفسكم كده من نفسنا كده مع بعض قولنا نجرب اه وانا مش في دماغي خالص بس يعني كنت بالعب في الشارع طبعا يعني كانت الموابة بينك وليك جماهيرك بقى في الشارع اه كان الدكتور المفتي ابراهيم الدكتور المفتي اه هو اللي بيختار اه اه ولا وصايت ايو 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 رح تدخل عمك رح تهرجوا رح تدخلوا اه 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 كلهم اتقلشوا معده ولد واحد اسمه محمد احمد اه تاخد سردباك وبعد كده رح كلها حربية بطل